ترأس غطة البطريارك لويس روفائيل ساكو قداسة ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية ماري يوسف ببغداد بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي وسماحة الشيخ عمار الحكيم وبعض الشخصيات الدينية ورسمية وجمع غفير من المؤمنين وفي موعظته قال البطريارك روفائيل إن عيد ميلاد السيد المسيح يذكرنا برسالة الرجائي المفعمة بالسلام والأخوة والمحبة والتضامن وصون كرامة الإنسان وفي نهاية القداس توجه القاظمي إلى قاعة الكنيسة لتوزيع هدايا بابا نويل على الأطفال من أبناء الرعاية